كان لي الشرف والفريق الذي يعمل معي من رؤساء الوكالات الأممية أنحظينا باستقبال السيد رئيس الجمهورية تحدثنا حول دور الجزائر في العالم وفي المنطقة الأمين العام للأمم المتحدة مرتاح جدا لدور الجزائر في المنطقة كفاعل محوري للسلم والأمن تطرقنا أيضا إلى التعاون التقني للأمم المتحدة للتنمية في الجزائر وتجسيد أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية منها كما تحدثنا عن الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية ومنها ما تعلق باستحداث مناصب شغل جديدة والتنويع الاقتصادي ودعم الحماية الاجتماعية كل هذه القطاعات تعد مهمة والأمم المتحدة تؤكد دعمها والتزامها بمواصلة العمل مع السلطات الجزائرية في هذا الشأن لذلك هي أفضل المتحدة للمشاهدة والتنمية المتحدة للمشاهدة إنها ترجمة نانسي قنقر شكرا